حاول الكثيرون من أعداء الإسلام أن يفسروا القرآن كما يحلوا لهم واستغلوا غباءهم المفرط وعدم فهمهم للقرآن الكريم كلام الله عز وجل ليقولوا للناس إن الإسلام يقلل من شأن المرأة وإنه جعل شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين وهذا من أقوى الدلائل على احتقار الإسلام للمرأة والتقليل من شأنها وحاش لله أن يكون الإسلام كذلك فهل من النحية العلمية هناك حكمة من جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؟ ماذا كشف العلم الحديث؟ وهل الإسلام كرم المرأة؟ أم انتقص من شأنها كما يدعي الملحدون؟ المجلة قناة الإبداع في عالم المعرفة تعالوا أولا لنقرأ الآيات الكريمة في سورة البقرة الآية 282 يقول الحق تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله العظيم حسب دراسة منشورة على موقع The North American Minabo Society فإن ذاكرة المرأة ليست ثابتة خلال العمر فهي تنخفض بعد سن اليأس بشكل مفاجئ ولكن المرأة في منتصف العمر لها ذاكرة أفضل من الرجل ولكن بشكل يختلف عن الرجل جامعة بنسلفانيا قامت بدراسة كوبرا على 949 دماغ رجل ومرأة وأجد الباحثون أن المرأة أفضل من الرجل في التفكير بمهام متعددة لأنها تستخدم كل الجزئين من الدماغ أما القضايا التي تحتاج إلى تركيز على قضية واحدة فإن الرجل يتفوق على المرأة لأنه يستخدم جزءا واحدا من الدماغ العلماء في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا كانوا مندهشين من نتائج هذه الدراسة ويقول الدكتورة روبينجارا إن النتائج كانت صادمة عندما رأينا هذه الاختلافات المدهشة بين دماغ الأنثى ودماغ الذكر ولكنهما متكاملين ولكن الشيء المهم أن النساء لديهن قدرة أعلى من الرجال على المهام الاجتماعية بينما الرجل يتميز بقدرته الفائقة على الأعمال التي تتطلب تركيزا محددا مثل القيادة والتحكم وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة جينيوريسيكا تبين أن المرأة تتذكر الأشياء بطريقة تختلف عن الرجل وتكون ذاكرتها العطفية أكبر من الرجل أي تتأثر عاطفيا وبشكل كبير أثناء تذكر الحدث فذكرة المرأة أثناء الشهادة تعتمد على نوع التذكر إذن شهادة المرأة في مسألة ما تغضع لعاطفتها تجاه تلك الحادثة وتتأثر بها وبعد سن اليأس تتشوش الذاكرة كل هذا يؤكد أن وجود امرأة أخرى أثناء الشهادة سيكون له أثر جيد على جودة الشهادة ودقة المعلومات التي ستقدمها لأن المرأة الثانية غالبا لن يكون لديها نفس المؤثرات العاطفية تجاه نفس الحدث وهذا يمكن للقاضي أن يجري تقاطعات بين شهادة المرأة الأولى والمرأة الثانية ليصل إلى الحقيقة وهكذا أخي المؤمن نجد أن العلماء متفقون على أن الذكرى ليس كالأنثى وقضية الشهادة هي قضية خطيرة تتعلق بمصير البشر ويمكن أن تؤدي الشهادة الخاطئة إلى إضرار بمصالح الناس وبما أن المرأة تستخدم عاطفتها أثناء التذكر وبما أن المرأة تعاني من مشاكل في الذاكرة بعد سن اليأس مباشرة وبما أن المرأة تستخدم نصفي دماغها في التذكر مما يعني قدرة أقل على التركيز من أجل كل ذلك خفف الله تبارك وتعالى عن المرأة أعباء الشهادة وأكرمها أن سمح لها بأن تستأنس بمرأة أخرى لإتمام الشهادة ولكي لا يتصلط الرجل عليها جعل هذا الأمر إجباريا أي لا تقبل شهادة مرأة واحدة إلا في حالة خاصة مثل شهادة الزوجة على زوجها وحالات تتعلق بالعفة والشرف فهل نقول بعد هذه الحقائق إن الإسلام أهانى المرأة وانتقص من شأنها لنسأل أي رجل يدعى للشهادة أمام المحكمة سيقول لك أتمنى لو أستأنس برجل آخر معي ليخفف عني أعباء الشهادة فكيف بالمرأة التي هي أضعف من الرجل وأكثر عاطفية منها ومن هنا ندرك عظمة قول الله تبارك وتعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر